الفيلم من بطولة الممثل الإيرلندي كيليان ميرثي الذي جسد دور روبرت أوبنهايمر وإيميلي بلانت وأسماء أخرى وفضلا عن النقاش الذي يتصل بالاختلاف الذي أثره الفيلم في وجهة النظر سيما ما يتصل منها بفكرة الابتكار والبحث العلمي وما قد يجر إليه من إنجازات قد تكون مدمرة هذه الأخيرة التي تظل إلى اليوم واحدة من أعوص إشكاليات فلسفة العلوم أثار الفيلم نقاشات على مستويات أخرى فقد بلغ اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفيلم من الدقة أن وقفوا على أمور غاية في الخفاء وقد لا يلتفت إليه في الغارب لكنها تدل على مشاهد نوعي دقيق الملاحظة من ذلك ما ورد في تعليقات كثيرة حول خطأ وقع في تصوير أحد المشاهد فالفيلم تدور أحدثه في أوائل الأربعينات من القرن الماضي والمشهد موضوع النقض والجدل وقد صور وسط حجد يتضمن استعمال عالم أمريكي يتضمن خمسين نجمة بيضاء تمثل الولايات الأمريكية الخمسين والصحيح أن الولايات المتحدة خلال هذه الحقبة الزمنية وتحديدا عام 45 تسعمائة وألف كانت تضم ثمانا وأربعين ولاية فقط وذكر الرواد المنصات الاجتماعية في هذا السياق بأن ولايتي هاواي وألسكا ضمتهما أمريكا عام تسعة وخمسين تسمائة والف أما مشاهدوا الفيلم في بعض البلدان العربية فقد سجلوا بخصوص النسخ التي تابعوها في بلدانهم للفيلم كونها كما وشان في مصر قد خضعت لمقص الرقيب وذلك بحث بعض المشاهد الموصفة فيه بالجرية والساخنة فيلم أوبنايمر حقق إلى الآن نجاحا كبيرا بإرادات تجاوزت مائة وخمسين مليون دولار مع نهاية الأسبوع الماضي